فحق العالم عظيم ولهذا ينبغي أن يكرم العالم وأن يجل إجلالاً لله وإجلالاً لما يحمله من دين الله من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك إذا عظم العلماء التعظيم الشرعي بلا غلو لا أنهم يعبدون ويدعى فيهم العصمة وأنهم لا يخطئون لا لكن يحترمون ويجلون ويعطون حقوقهم ويتأدب معهم فإذا عظم المسلم العالم سيعظم دين الله ولهذا قال ابن المبارك رحمه الله من استهان بالعلماء ذهب دينه من استخف بالعلماء ذهب دينه ومن استخف بالأمراء ذهب الدنيا ومن استخف بالأصدقاء ذهبت مرؤته فالإنسان إذا استخف بأهل العلم وبدأ يستهزئ بهم فمن أين سيتلقى دين الله فتجده في الغالب لا يعظم دين الله ويتبع هواه ولهذا في المقابل على العالم مسؤولية عظيمة أن يكون مؤتمنا على دين الله لا يتبع هواه ويفتي فتاوى غريبة وعجيبة ما أنزل الله بها من سلطان وتخالف ما عليه جمع العلماء من تحليل الحرام فبذلك قد يجعل نفسه أضحوكة للناس وهذا للأسف يقلل من منزلة العلم ومنزلة الدين في قلوب الناس يقال فلان الشيخ الفلاني فعل كذا وفلان العالم الفلاني يقول كذا فيهون الدين والعياذ بالله في قلوب الناس وهذا أمر خطير للغاية وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة ارتفاع العلم وظهور الجهل وهذا من الفتن التي قد افتتم بها بعض الناس اليوم للأسف ما عرف أهل العلم حقا فاشتبه عليه الأمر وظن في بعض الناس أنهم من العلماء وما هم من العلماء فيستمع لكلامهم ويسمع العجائب منهم فيضحك ويستهزئ بعد ذلك بهم ويهون عليه دين الله تعالى فيحذر المسلم من الاستخفاف بالعلماء أو أن يغتر بمن يدعي العلم ويزعم العلم العالم سماته معروفة العالم الحق هو الذي يتبع الكتاب والسنة ويسير على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العالم الحق تعرفه من سمته باتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره وفي أخلاقه وفي خشوعه وفي سمته فيعرف العالم من الجاهل فمن استخف بالعلماء ذهب دينه ومن استخف بالأمراء ذهب الدنيا